الخطيئة تقتل المثل العليا بالطبيعة أبناء الغضب يعني حكم الله يعني علينا يعني مثل ما الرسول بولوس تكلم إلى روما لأن يعني غضب الله معلن على فجور الناس وإثمهم فالكتاب يصفنا نحن أبناء الغضب وطبعا لأنه الشيطان اللي هو بسمي أيضا في نفس الإصحاح رئيس سلطان الهواء يعني اللي بيحكم في هذه الأمور وعنده أعوان أجناد شر روحية في كل مكان اللي بتقود الإنسان للسقوط بتقود إنه الإنسان يكون محطم بالخطيئة وبتقود الإنسان إنه يكون بعيد عن الله عمية ضايع هالك بيتكلم عن أوصاف يعني حتما إنه الإنسان لا يمكن أن يخلص نفسه لا يمكن أن يصل إلى الله بقوته أو بذاته لا يمكن أن يحرر ذاته فالإنسان ميت كليا والأخطر والأصعب محكوم عليه أنه ابن الغضب وبالطبيعة كمان أبناء الغضب والأصعب كمان نحن نسلك تحت رئيس سلطان هذا الهواء فالشيطان مستعبد ومقيد ومقيد الناس بالخطايا الكثيرة هذا الوصف لحالة الإنسان الفاسد الشرير الرسول بولوس تتكلم في هذا الموضوع بكل أماني لكن تتكلم بهذا الموضوع لكن حتى يظهر عظمة وقمة وأهمية ومجد نعمة الله اللي رح أتكلم عنها في الحلقة القادمة اليوم أنا بدعوك الفكرة مش إذا أنت كويس وغير كويس عندك شوية أعمال صالحة إذا أنت بعيد عن المسيح يصفك الكتاب أنك ميت بالذنوب والخطايا بالطبيعة أبناء الغضب عايشين في ضياع في هلاك هذا وصف الكتاب المقدس فأنت تحتاج إلى معجزة وهذه المعجزة هي معجزة إلهية على ترفع عينيك للرب وتطلب منه أن يأتي إلى حياتك على فكرة إذا تحتاج مساعدة روحية تواصل معنا نحب نسمع منك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة